من وزارة الثقافة إلى ولاية الجزائر ولا ندري إلى أين سيستقر مشروع ترميم القصبة الذي التهمت جدران معالمه التاريخية أموالا طائلة واليوم تخصص له ميزانية قائمة بذاتها لبعث الترميم من جديد نقول لكم من ناحية الأموال لخصصات الدولة 2400 مريات سنتين ونحن نجول بين أزقاتها وداخل معالمها التي أتى عليها الزمان وزادها ترميم لم تعرف بدايتهم من نهايته هنا الجامع البراني وقبله تفقدنا أشغال الحصن نهاية بكتشاوة وطي النسيان أهملت هذه المعالم بطول مدة الأشغال وأيضا بغياب الخبرة دفتر الشروط راح وجد راح يجوز في اللجنزة فقط ومننا على أسبوع ولا عشر يام نطرح للمناقصة لتعيين مكتب دراسات ما يقارب الخمسين مكتب دراسات يكون الدراسات نكملوا الدراسات نبدأ للأشغال ترميم في الجزائر نحن ما زال معدناش كائن مهندسين معماريين مهندس معماري واحده ما يقدر شيء دير القصبة المصنفة كتراث مادي وطني وعالمي بشهادة اليونيسكو يحاكي تاريخا وحضارة فك التلاصم بعضها وبقيت أخرى كتاريخ يغطيه الغبار تارة ونقصي الاهتمام تارات أخرى